يتم غداً إدخال المساعدات الإنسانية بالتوازي إلى بلدة مضايا بريف دمشق وقريتين كفريا والفوعة بريف إدلب تنفيذاً للمرحلة الثانية من الاتفاق بعد تأخر قصير ناتج عن تأخر في تحضير المواد الإغاثية يأتي ذلك وسط تطورات ميدانية في المشهد السوري سجل فيها الجيش تقدماً على جبهات عدة سيطر الجيش السوري على عشرين مبنى جديداً في مدينة الشيخ مسكين الاستراتيجية بريف درعاء في تقدم جديد حققه الجيش عقب اشتباكات مع مسلحين أغلبهم من جبهة نصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وقال المرصد السوري المعارض ومقره لندن إن المسلحين استهدفوا مقرات للجيش في المدينة بالقصف الصاروخي والمدفعي وفيما أكد ناشطون أن غارات لطيران الحرب نفذت على خان الشيح ومرج السلطان في الغوطة الشرقية أكدت مصادر الجيش السيطرة على أجزاء من البلالية المجاورة لمجر السلطان بعد اشتباكات وصفتها بالدارية مع جيش الإسلام وشاهدت تبادلاً كثيفاً بالقذائف الصاروخية والمدفعية وفي تقدم موازن سيطر الجيش على قرى رويسة القاموع والمغيرية وحوش المغيرية ورويسة بنجازي في ريف الاذقية الشمالي وترافق ذلك مع احتدام الصراع مع تحالف جيش الفتح وجبة النصرة ومسلحي التركمان في جبل التركمان وسط محاولة حثيثة للجيش السوري مدعوماً بالطيران الحربي لقطع خطوط الإمداد والدعم اللوجستي القادمة من الأراضي التركية عبر بلدتي سلمة وربيعة الحدوديتين مع تركيا إلى ذلك دمرت طيران الحربي السوري رتل آليات مؤلفاً من عشرين شاحنة محملة بالنفط المسروق لتنظيم داعش على الطريق التراب المحاذي لأستراد الميادين دير الزور وطالت غارات طيران الحربي مواقع التنظيم في الجفرة والمريعية وترافق ذلك مع تدمير جرافة للتنظيم كانت تقوم بأعمال التحصين في جبل الثردة بريف دير الزور الشرقي